بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم من عرضه عن أهم الفرمولات اللي بتستخدم في الانجينيرينج ايكانومي يبقى المين فرمولة and derivations of equations estimated doubling time per rule 72 estimation by interpolation ازاي نستخدم الانجينج في عملية الاستيميشن وlocating the present words and future words dealing with different cash flow diagram لو شفنا الفرمولة اللي عندي اللي بتربط العلاقة بين الفيوتر والpresent هنلاقي الF بتساوي P في 1 زائد i to the power n ولو انت عاوز الpresent هتقول F على 1 زائد i to the power n يبقى ده العلاقة اللي بتربط المبلغ اللي في الفيوتر بالمبلغ اللي في الpresent الفرمولة التانية اللي هو P بتساوي A في في البسط فوق 1 زائد i to the power n minus 1 على i في 1 زائد i to the power n دي العلاقة اللي تربط ما بين الpresent والannual payment اللي هي الدفعات المتساوية اللي عندي العلاقة بين الannual والفيوتر بهذا الشكل A بيساوي F في i على 1 زائد i to the power n minus 1 يبقى دي العلاقة اللي تربط ما بين الpresent والفيوتر ودي العلاقة اللي تربط ما بين الpresent والannual say بهذا الشكل دفعات سنوية أو شهرية منتظمة بهذا الشكل يبقى ده العلاقة بين الpresent والannual العلاقة بين الannual اذا كان عندي حاجم من الاموال متدفقة متساوية وعاوز اقيم اجيب الكلام ده في الفيوتر اللي عندي خلي بالك البرزنت بيبقى قبل اول دفعة بسنة لكن الفيوتر مع اخر دفعة ودي مهمة جدا تاخد بالك منها يبقى لو احنا حبينا نجيب pf بتقلب الequations وab بتقلب الequations اللي عندك والعلاقة بين e وf نفس الحكاية تقلب الequations اللي عندك لكن عندي فرمولة مهمة جدا اللي هي العلاقة بين الp والg g اللي هي الدفعات السنوية المتزايدة أو المتنقصة ولكن متزايدة بقيمة سابتة او متنقصة بقيمة سابتة ودي العلاقة بين a والg اللي هو الannual والgradient اللي عند ودي العلاقة بين f والg اللي هو الرقم في الفيوتر والgradient اللي عند ودي في حالة لو كان الزيادة تتبع متولية حندسية geometric series بهذا الشكل لكن لو كان سعر الفايدة بيساوي سعر معدل الgeometric common ratio يبقى بناخد الليميتيشنز بتاعة القانون ده هو يطلع ال-b بساوي d في ال-n على 1 زائد ال-e حيث ال-e يعبار عن ال-common ratio of geometric series اللي هو الزيادة معدل الزيادة اللي عندي بالمتنقصة اللي هنسيها بتاعته و ال-n اللي هو ال-period و دي هو أصل المبلغ اللي عندي لو كان سعر ال-e سعر الفايدة هو معدل الزيادة يعني قلت لك أنا فيه مثلا ساي عندي مبلغ معين وهذا المبلغ بيزيد بمعدل 5% وكمان معدل الفايدة 5% يبقى في الحالة دي معدل الزيادة هو معدل الفايدة لكن في المعدلة التانية معدل geometric series اللي هي ال-common ratio لا يساوي ال-interest rate اللي عندي الاسبتات بتاعت الكلام ده عاوزين نسبة العلاقة بين ال-b وال-f وال-f وال-b زي ما قلت لو أنا عندي cash flow دي جرام بهذا الشكل وعاوز أجيب الرقم في السنة الأولينية وعندي الرقم في ال-present هقول والله p زائد p في ال-i لو خدت بي مشترك يطلع أصبح الرقم في الفيوتشر b في 1 زائد i يبقى هو ده المبلغ اللي بتاخد عليه الفايدة بعد كده هوت يبقى ال-f 2 يساوي f1 زائد f1 في ال-i لو خدنا مشترك هنا عبارة عن b في 1 زائد i يطلع عبارة عن b في 1 زائد i 2 وهكذا لو انت عاوز ال-f في السنة n بتساوي b في 1 زائد i 2 زائد n ولو عاوز تجيب العلاقة b يبقى b بي ساوي f على المعادلة اللي عندي يبقى f1 بي ساوي b في 1 زائد i 2 زائد n وال-b بتساوي f في 1 على 1 زائد i 2 زائد n يبقى العلاقة بقى لما نحب نجيب العلاقة بين b وال-a ايه المقصود بال-b ايه المقصود بال-a ال-b اللي هو present value وال-a اللي هي ال-annual series اللي عندي لو انا عمدي اخذها من مفهوم الفيوتر يبقى ال-a اللي هو عبارة عن هاوز اجيبه present على 1 زائد i ده سنة الاولى السنة التانية بـ 1 زائد i تربيع السنة الثالثة 1 زائد i تكعيب السنة n يبقى 1 زائد i to the power n اجمع ده كله اجمع الحصة دي كلها يطلع العلاقة السابقة اللي هي بتقولي العلاقة بين ال-b وال-a وشكرا على حسن استماعكم السلام عليكم ورحمة